كما كشف مظر مطلع أن وفدى الأمريكية نبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد الشعس سوداني بأن حليفة واشنطن عدت لائحة أهداف الاستهداف تابع للفصائل المدعومة من إيران ونقل المصدر عن الوفدى قوله أن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت في الفترة الماضية منع حليفتها من شأنها جماعة على العراق لكن الوضع قد يتغير في المرحلة المقبلة وقد لا نتمكن من القيام بأي دور لوقف الضربات ضد جماعة الشعية ولفت إلى أن السوداني طلب مهلة لعرض هذه الرسالة على اجتماع الإطار التنسيقية كما أشار إلى أن رئيس الوزراء أبلغ قادة الإطار التنسيقي بضرورة عقد جلسة طارئة لبحث الرد المناسب على الرسالة الأمريكية المحملة بتحذير حليفة واشنطن